عاجمل شي بدنيتنا عضحكم زينا العينين صباح لسر محبتنا صباح الخير عفلسطين على اللي مجمعين لحظة عتغريدة أمل وحليل تذكرنا بهالأصحاب في فلسطين هذا الصباح يسعد صباحكم أهلا بكم إلى صباح جديد فلسطين هذا الصباح في محطة صباحية جديدة اليوم الأحد التاسع من كانون أول ديسمبر صباح الخير لكل من من ضمننا في هذا الصباح وصباح الخير لزميلتنا الجديد اللي رح تنور معنا فلسطين هذا الصباح في مشاورنا القادمة ألاك راجعة صباحك صباحك محمد صباح الخير لكل مشاهدنا في كل مكان في هذا الوطن وأكيد سعيدة بانضمامي لتلفزيون فلسطين التلفزيون الوطني وأكيد بشرفني أكون في برنامج فلسطين هذا الصباح وإحنا كمان حسن صباحك أكيد فقرات ومواضيع متنوبعة خلينا نشوفها مع بعض إذن نتحدث عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن غزة رح نتعرف على مبادرة اللي إلنا إلك مع زميلة نخوض الخال فلم استعادة ذاكرة للمخرجة ديما أبو غوش عن قرية عواس معرض الفن التشكيلي ما تبقى منه مع الفنان التشكيلي عبدالهادي يعيش سيكون حاضرا معنا في هذا الصباح ونتحدث عن مصمم الأزياء يزين زيت في فقرة تزاوية معنى دين الجواريش وسنكون مع معتمر هيئة مكافحة الفساد الذي يتحدث عن تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد هذا بالتأكيد ألاء بالإضافة إلى قراءة في الصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم وأبرز ما تناولته من عنوين وأخبار وأيضا حالة الطقس مع ألاء نعم إذن إلى حالة الطقس اليوم سيكون هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة درجات الحرارة إلى معتبلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج نعم والآن نستعرض درجات الحرارة المتوقعة في المدن الفلسطينية القدس اليوم 14 درجة مئوية في رمالة 13 درجة مئوية في بيت لحم 14 درجة وفي الخليل 13 درجة ودرجات الحرارة المتوقعة أيضا لليوم في المحافظات الجنوبية في غزة 19 درجة ودير البلح 18 درجة وفي خان يونس 19 درجة وأيضا في رفاح 20 درجة إذن مشاهدين هذه درجة الحرارة المتوقعة اليوم في المدن الفلسطينية والآن خلينا نطلع على درجات الحرارة المتوقعة في بعض العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة إذن مشاهدين خلينا ننتقل سوية إلى أهم العنوين في الصحف الفلسطينية الثلاث مع محمد شكرا ألا سنكون معكم في أبرز ما تناولته الصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم بطبيعة الحال صحيفة الحياة الجديدة القدس والأيام أحبك خضراء يا أرض خضراء تفاحة تتموج في الضوء والماء ليلك أخضر فجلك أخضر فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء ترجمة نانسي قنقر نسعد صباحكم من جديد بداية هذه الجولة نبلشها مع صحيفة الحياة الجديدة الصادرة صباح هذا اليوم والتي عنونت السيد الرئيس لن أتنازل عن حقوق شعبنا وهناك ثلاثة إجراءات مع إسرائيل وأمريكا وحماس جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح عمل المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد ومن هذا العنوان ننتقل إلى عنوان آخر في الحياة الجديدة فتح في ذكرى انتفاضة الحجارة سنواصل الكفاح حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ونتابع في صحيفة الحياة إلى خبر آخر بتصريحات وزير الخارجية رياض المالكي فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي ومنه ننتقل إلى خبر آخر إلى الأخبار المحلية وفاته مسنة دهسا في دير دوبوان وإصاباته نتيجة شجار في سيلة الظهر كان هذا الخبر الأخير في صحيفة الحياة الجديدة ومنه ننتقل إلى صحيفة الأيام الأيام عنوانات نابلس الاحتلال يمد خطوط مياه بين مستوطنات فوق أراضي بلدتي قصرى وجالود كان هذا العنوان الأول في صحيفة الأيام الذي اخترناه لكم من صفحتها الأولى في هذا الصباح ومنه ننتقل إلى عنوان آخر يتعلق بالمنخفض الجوي المنخفض الجوي يتسبب بإغلاق طرق وغمر منازل بالمياه والأرصاد الجوية تؤكد وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار اليوم وغدا ونتابع في خبر متصل في رام الله إغلاق شارع بطن الهوى بسبب انهيار جزئي واختفاء شاب من جسر الزرقاء بسبب الفيضانات نتابع في صحيفة الأيام وننتقل إلى خبر آخر إسرائيل تطلق النار على ثلاثة نشطاء على الحدود مع لبنان وليبرمان يصرح العمل الجاري على الحدود اللبنانية لا يبرر العجزة مع غزة وننتقل إلى خبر آخر أو ننتقل من هذا الخبر إلى صحيفة القدس وأبرز ما جاء فيها من عنوين وأخبار في هذا الصباح في الخبر الأول الذي اخترناه لكم الحمد الله في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ندعم أي مشاركة فرنسية لإنشاء مجموعة دولية للسلام نتابع في صحيفة القدس فصائل العمل الوطني انتفاضة الحجارة صفحة تاريخية مهمة وحق مشروع كفلته الشرائع السماوية والقانونية والقوانين الدولية نتابع في صحيفة القدس وننتقل إلى خبر آخر الأمم المتحدة الاحتلال هدم وصادر 33 مبنى فلسطينيا في المنطقة جيم والقدس وننتقل إلى الخبر الأخير في صحيفة القدس وفقا لوكالة الأناضول أمير قطر لن يشارك في القمة الخليجية هذا اليوم مع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة مع الصحفة المحلية الصادرة صباح هذا اليوم بالعودة إليك ألا شكرا إليك محمد وننتقل إلى فاصل قصير مشاهدينا وراح نكون مع أولى محطتنا كونوا معنا هنا عند مرتفعات الدخاني على درج البيت لا وقت للوقف ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما يفعل العاطلون عن العمل نرب الأمل سيد صباح كومن جديد 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أو 16 يوم من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991 بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم نعم عادة ما تبدأ هذه الحملة في 25 نوفمبر 22 وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتى العاشر من ديسمبر كانون الأول أي غدا وهو يوم حقوق الإنسان اللون المخصص لهذه الحملة هو اللون البرتقالي واختارت منظمة الأمم المتحدة هذا اللون تعبيرا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف أكيد وأيضا في هذا العام جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أحيت هذه الفعاليات بنشاطات مختلفة وبتعاون مع العديد من الشركاء حيث تم التركيز على عدة مواضيع مثل المرأة في قانون الأحوال الشخصية وكذلك نبذ أشكال العنف ضد المرأة وغيرها نعمل الحديث أكثر عن هذا الموضوع بتفاصيله نرحب بضيفتنا من داخل الستوديو ساندي حناء مديرة التواصل والمناصرة في جمعيات المرأة الفلسطينية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك خلينا نتحدث بداية ساندي عن فعاليات هذه الحملة واللي غدا سيكون اليوم الأخير لها في العاشر من كنون أول واللي استمرت تقريبا على ستة عشر عام لهذا في هذا العام كيف كان الجهد المتكامل يعني بين طاقم طبعا المؤسسة وأيضا العاملين في هذه الحملة زي ما قلتي 25-11 كان اليوم الرسمي لانطلاق الحملة وجمعية المرأة العاملة باشرت في أول فعالياتها للحملة من خلال مقارها برام الله من خلال مؤتمر صحفي أطلقت من خلاله قائمة بالفعاليات وأكدت على أهمية الحملة والهدف منها الفكرة لما بتعملي حملة لازم يكون الأهداف واضحة والنتائج قابلة للقياس في فترة زمنية محددة يعني كمان فيه تصميم معين للحملات وحبينا نشارك الجمهور والنساء المستفدات من برامجنا من خلال الأول فعاليات الحملة ليفهموا إحنا ليه عاملين هاي الحملة ويقدروا يشاركوا عن قناعة مطلقة لضرورة مناهضة العنف ضد النساء الحملة بتركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو ليس بالضرورة فقط العنف ضد النساء والفتيات وإنما من خلال هاي العام لأنه ركزنا على الأحوال الشخصية تناولنا كمان العنف ضد النساء ولكن قانون الأحوال الشخصية كمان بيركز على منظومة العلاقات اللي بتربط الأسرة ببعض بشكل عام يعني مش بس الأمرأة كمان الرجل والأطفال جميل أنا حاب نتحدث ساندي عن هذا الموضوع تحديدا كيف تم تناوله وأيضا أكيد تم تناوله مع بعض الجهات المعنية حكي لنا لوين وصلته وشو كان كيف كان تقالية الطرح أيضا زي ما كنت بقولكم أول يوم كان فيه مؤتمر صحفي بعدين تخلى له أول اللقاءات اللي هو حلقة دراسية عن قانون الأحوال الشخصية بمعنى أنه الحلقة كانت موجهة أولا للناشطات شبات سواء العاملات في جمعية المرأة العاملة أو كمان مؤسسات نظيرة تعنى بحقوق النساء والفتيات وكمان ناشطات شبات قياديات رح يكون لهم مستقبل في التأثير على كمان الخطاب الاجتماعي والمساهمة في تغيير منظومة القوانين المجحفة في حق النساء فكان الفكرة أنه تقدر تبلش أنت تحط السياق بشكل متكامل قبل ما تنطلق فيه للجمهور اللي بدك تترح من خلاله الحملة أو حتى قانون الإحوال الشخصية نعم ساني على مدار سنوات يعني في كل عام تنطلق هذه الحملات اللي احنا نتمنى أنها ما تكون موسمية لمناهضة العنف مثل ما حكيتي يمكن ضد المرأة لكن بشكل أساسي يعني ضد كل شخص ضعيف يعني أو حلقة ضعيفة في المجتمع هذا العمل تراكمي كيف بتقيمي هذا العمل على مدار كل هذه السنوات خاصة أنه يجب أن يسير باتجاههم باتجاه الوعي المجتمعي وأيضاً بالاتجاه الرسمي القانوني زي ما قلت هو تراكمي ولكن كمان شمولي وتكاملي وبده تعاضد وتعاون بين كافة القطاعات في المجتمع المجتمع المدني لحاله ما بيقدر يعمل تغيير مطلق ولا مستدام ولا ناجع بأكمل صورة لازم يكون في تعاون كمان بين الحكومة حتى المؤثرين من المجتمع كوسائل الإعلام الحملة هاي طبعاً مش راح تكون موسمية لأنه العنف ضد النساء خاصة في فلسطين مركب وبرجع لسنوات كتير عديدة ومشوارنا لمناهضة العنف سواء القائم على النوع الاجتماعي واللي هو أساساً بعيد مأسسة نفسه بسبب البنية الأبوية للمجتمع أو السبب الأكثر خطورة هو الاحتلال وما يترتب عليه من تداعيات عشان هيك يعني للأسف أنا يعني بديش أحمطنا بس في مشوار طويل لسا من مناهضة العنف وبدو يشتغل باتجاهين التأثير على الوعي والخطاب الاجتماعي والمجتمعي اللي لا يزال يعيد مأسسة العنف واللي لا يزال متخلف عن حماية النساء ويردع حالات العنف والقتل حتى ضد النساء ومن منحنة آخر التأثير على القوانين المجحفة اللي هي يعني تعود إلى عدد من السنوات أكثر من ستين سنة وهي خليط من القوانين اللي ما بتوفر الحماية ولا بتستند للمساواة الفعلية وبالتالي هو مشوار لازم يتعدده في مجتمع المدني والحكومة وخاصة لما منبلش إحنا نوقع وننضم على اتفاقيات دولية مثل سيداو بـ 2014 جميل هنا نتحدث عن مشوار طويل هذا المشوار الطويل أيضا بحاجة لأن نستمع لتجارب ناجيات من أشكال العنف المختلف وأيضا هؤلاء الناجيات تخلصوا من مخاوف كثيرة كانت موجودة لديهن وبالتالي في هذا العام كانت هناك ناجيات تحدثنا بجرأة عن تجاربهن كيف كان الوضع سعب كثير توصل لمرحلة تقدر الإمرأة أنها تحكي عن تجربتها وهذا إذا بتحكي عن تجربتها هو مؤشر لمدى القوة التي قدرت أنها توصل لها بعد فترة من التدخل سواء ذاتي أو من المؤسسات المتخصصة وعن نحكي نحن عن نظام تحويل وطني في فلسطين بجمع مجتمع المدني بجمع من الحكومة يعني عم تحكي مثلا شرطة بيوت آمنة مؤسسات حقوقية نسوية إلى آخره هذا الدعم بين القطاعات المختلفة كمان إلى شأن كتير كبير من أنه يعزز من ثمود النساء النساء المعنفات ليوصلوا مرحلة يحكوا معناته هذا مؤشر كمان على وجود إحصائيات أكتر ممكن هذا مؤشر على وجود تدخل أنجع من السابق والسنة هاي يعني النساء اللي كانوا متحدثات خلال حملة 16 يوم هن نساء كانوا بس عشان تبقى متأكد مرعوا في مشواري كتير طويل وقصصهم كانت مؤلمة جدا لدرجة أنه تروا يرفعوا أصواتهم ليكونوا مثل وقدوة ونموذج للنساء أخريات وزي ما قلت بأول الحلقة البرداني هو لون للأمل لمستقبل أفضل فكمان يعني إحنا بدناش بس نلحق اللون لحاله فيه كمان دلالات على أرض الواقع وكان منها قصص النساء نعم أنا كنت أسأل قديش يعني مثل ما حكيتي النساء اللواتي تعرضنا للعنف وصلوا لمرحلة لأنهم ما بدهم يسكتوا أنهم ما بدهم يعالوا صوتهم كمان عشان مسألة يعني العار يعني لما نحكي عن المجتمع كمان في عنده عادات وتقاليد بيرفض فيها أنه المرأة تتحدث عن العنف اللي بيقاع عليها قديش هاي العوامل بتحد من وصول النساء لمراكز الخدمات المساعدة أو أي جهة حتى رسمية خلينا نقول لمساعدتها في هذا الموضوع أو لمواجهة العنف اللي بتتعرض له الشق المتعلق في ثقافة العيب والخوف والحرام والمبنوع وطويلة للائحة اللي بتمنع النساء من إنها تحكي هي بتربطنا بشكل مباشر بالتأثير على الخطاب الاجتماعي وزيادة الوعي الاجتماعي على العنف ضد النساء وأشكاله ودرجاته كمان وهون بنرجع منقول إنه كل شخص بيشكك في مدى أهمية التوعية وبيصير يقول إلنا سنين عم من واعي وشو أجانا من التوعية التوعية مش راح تلاقي أنت زي ما بيقولوا قبل وبعد بطريقة فارقة ولكن هي عملية تكاملية تدرجية بدها وقت طويل ولكن كل ما مرأت لسنين زادت التوعية تأثر على الخطاب الاجتماعي كل ما صارت النساء واعية لتأثير العنف على نفسها أولا وعلى المحيط الأسرة ثانيا وبالتالي بتصير تخاف إن العنف هذا يمتد لأفراد الأسرة خاصة لما نحكي عن الفتيات وبالتالي النساء بتصير تتحدث فمن المنصة هون نقدر نقول التوعية جزء كتير مهم وعشان هيك الحملة ركزت عليه على موضوع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية بتحكم بعلاقة النساء زي ما قلنا فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وللأسف إنه جزء كتير كبير من النساء مش مدركة لأهمية الاطلاع على مضمين هذا القرار وليش هو أساسا لهذا ما فيش عنا قوانين موحدة خاصة ضف غزة النساء في القدس وحتى النساء المسيحيات يعني فيه تركيبة كتير كبيرة بحب أن أقولكم بس على آخر الأنشطة اللي صارت اللي هي كانت جلسة حوار وطني تفاكري ضم مجموعة من المجتمع المدني وكمان ممثلين عن الحكومة واترقت الجمعية من خلاله يعني بسبق معهد نهوش من فترة منيحة يعني حوار كان بيركز على أهمية التعاون من أجل وضع خطة تشريعية خاصة ضمن مؤسسات المجتمع المدني لا يتطرق لمجمل القوانين اللي مجحفة بحق المواطن ولكن على وجه التحديد النساء الفلسطينيات وأكدنا على أهمية العمل ضمن خطة مشتركة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة من العنف وكمان القانون العقوبات وبالتالي هذا كان إنجاز مهم خلال هذه الحملة وخلال التطورات بشكل عام على إنجازات المجتمع المدني وهذا يعني أنه فيه إرادة حقيقية لازم يكون فيه إرادة حقيقية على كل المستويات من أجل مواجهة هذا العنف بكل أشكاله مصبوط لازم يكون فيه خطاب ورؤية وسياسة وأليات موحدة من طرف المجتمع المدني وكمان إرادة حقيقية من طرف الحكومة لتبني قوانين عصرية وموحدة والحوار بين الطرفين لابد أنه هو ياخد شكل ناجع ومستدام ولا يعتمد فقط على المسائلة وإنما الحوار الفعال أنا كمان عندي وجهة نظر بعرفش إذا ممكن أطرحها وكمان المرأة هي أكتر حدا ممكن يكون داعم للمرأة وأكتر حدا ممكن يحارب المرأة نفسها وبالتالي هون أنا بتحدث عن تجربة كانت قوية للنساء وطبعا هي من خلالكم نتحدث عن تجربة في صمع القرار وفوز العديد من النساء اللي قرروا أنهم يشاركوا في صنع القرار في انتخابات المجالس المحلية كانت نسبة عالية أعتقد ساندي حكي لي عنها شكرا لأنك طرحت هذه النقطة النموذج اسمه مجالس الظل ومجالس الظل هو من أهم إنجازات الجمعية خلال السنوات الماضية وهو جسم بتمن خلاله تنظيم النساء لاكتساب المعرفة والمهارات والمعلومات للترشح أو للمشاركة السياسية بشكل عام وللحد من استقصائهم من المشاركة السياسية وبالتالي السنة الماضية لأنه كان عندنا انتخابات محلية شاركوا نساء في هذه الانتخابات اشتغلنا مع مئات من النساء السنة الماضية 129 امرأة ترشحوا للانتخابات و75 فازوا 75 من أصل 751 امرأة فازوا في 11 محافظة في الضفة فهذا رقم يعني رقم بجنة يعني الحمد لله النساء عندهم إرادة حقيقية وعندهم التزام وعندهم كمان شغف وبحب أنوه بس خلال الحملة هاي اشتغلنا مع النساء اللي فازوا وحتى النساء هن عضوات مجالس الظل من خلال تعريفهم على القانون الأحوال الشخصية وهذا كان مهم للنظرة الشمولية للتعامل مع القضايا ولإدماج النساء بمعنى أنه تمكن النساء ذاتيا سياسيا فيه كمان مشاريع اقتصادية بتعزز من صمود النساء وبتمكنها ذاتيا بشكل بمنحنة اقتصادي وكمان بتيجي أنت بتشتغل مع نفس المجموعات من خلال التوعية الاجتماعية والسياساتية وبالتالي بيصير فيه منظور شمولي بتقدر من خلاله أنك تحقق صحيح وساندي كل هذا الجهد يعني اللي بتتحدثي عنه أنه دعم المرأة على مستويات مختلفة اقتصاديا بحيث أنها تكون مستقلة اقتصاديا بتكون مثقفة بتكون حاصة على يعني تعليمها على حقوقها كل هذا بمكنها أنها تواجه أي شكل مع أشكال العنف اللي ممكن تتعرض له لاحقا سواء في المجتمع في المنزل في الأسرة القريبة أو الممتدة وهذا بخلينا كمان نطرح سؤال أنه أحيانا كتير النساء اللي بتكون معنفة بتوصل أو بتشعر بأنه هي غير قادرة أنها تخرج من هاي الدائرة يعني هي في حلقة من العنف اللي بتعتقد أنه هي لن تستطيع أن تخرج منها قدي هاي العوامل كلها من خلال تمكين المرأة بتدفعها بالفعل أنه هي فيه إمكانية لأنها تتخلص من هذا العنف وتتغلب عليه النساء اللي بولدوا وبعيشوا بظروف قاهرة طول فترة حياتهم مش بالضرورة قادرين يعرفوا أنه هذا عنف هاي هي الوضع الراهن هاي هي الحياة اللي عهدوها وما فيش نموذج للحياة بصورتها المثلة لا يقدروا يقارنوا لما بيفوت عنصر التوعية والنساء بتبلش تعرف عن حقوقها وعن مسؤولياتها وحرياتها اللي بتضمنها القانون وبضمنها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي بكرة بيصادف الذكرى تاعته اللي بقول أنه البشر يولدوا أحرار على مبدأ المساواة لما النساء تقدر توصل لها لمعرفة حول هاي المنظومة وهاي الحيثيات تقدر تعرف أنه اللي عم بتمر فيه عنف ووقتها بيبلش كل امرأة لها خصوصيات في مشوارها وقدي ممكن هي تقرر أنه تحكي أو أنه تلاقي نموذج آخر من الأمل تقتضي فيه التجارب مختلفة ولكن طالما إحنا معتمين على المواضيع النساء ما رح تقدر تعرف لا إشي الحقوق ولا الحريات ولا المسؤوليات صحيح هذا باعتمد بالأساس على الوعي صحيح نعم نتمنى بالفعل أنه يعني هاي الحملة ما تكون موسمية وأنها تكون مستمرة كمان يعني من أجل رفع كل أشكال أن العنف شكرا لوجودك معنا أساندي شكرا لكم كل التوفيق شكرا للكم بقدر أدعيكم بكرة على ختام الحملة لدينا ندوي على قانون الأحوال الشخصية بالمسرح البلدي في بلدية رامالله رح يلي عرض موسيقي من فرقة الكمانجاتي وهنا شباب صغار بيوجهوا كافة دعمهم لمنهضة العنف ضد النساء بعد العرض في عنا حفل خارجي إضاءة للمسرح البلدي باللون البرتقالي وكمان عرض لدرجات النارية بحب تكونوا معنا بوجه دعوة لجمهور من خلال شكرا شكرا لكم ختمية موفقة أكيد جهودكم مشكورة ساندي حنى مديرة التواصل للمناصرة في جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وجهودكم مباركة ومشكورة شكرا لكم ألائم كاملين رح ننتقل لغزة زملتنا خولة الخالديري رح تحدثنا عن مبادرات اللي إلنا إلك نعم إليك خولة صباح الخير صباح الخير محمد صباح الخير ألاء وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح معتدين على شبابنا وشاباتنا أينما كانوا في الأراضي الفلسطينية على العطاء الدائم حملتنا لليوم نتحدث عنها اللي إلنا إلك حملة للتبرع بالملابس الفائضة عن الحاجة إلى المحتاجين والفقراء بطريقة وبآلية منظمة جدا سنتحدث عن تفاصيلها من خلال فقرتنا لليوم وضيفتنا بالأستوديو الأستاذة بيسان عودة يسعد صباحك بيسان يسعد صباحك في البداية خلينا نتحدث عن طبيعة هاي الحملة والفكرة من أين نشأت هو بداية يعني الفكرة نشأت من موقف صار معانا يعني ناس مروحين من الجامعة إحنا كنا مروحين من الجامعة فصار معانا موقف أنه يعني يشوف ناس ليش قدرت أشتري شغلة لبنتها فخطرتنا أنه ليش ما يكون في إلهم سوء خاص يعني ويهم بيقدروا يختاروا الشغلات اللي بدهم إياها على قدر مستطاعنا طبعا وعلى قدر الملابس اللي بتجينا يقدروا يأخذوا الماء اللي هدوم اللي بتعجبهم بس بدون ما يدفع فلوس فطبيعة الفكرة بتقو معنا إنه إحنا بنجمع ملابس بنفرزها وناخد المنيح بنفرز المنيح لفئات عمرية وأحجام وبعدها نحطى في معرض وبندعو الناس المحتاجين لأنهم يجوا يختاروا بدهم مياه جميل حنتحدث عن باقة التفاصيل ولكن في تقرير أعدت لنا الزميلة بيدائم عمر لنتابع هذا التقرير إلنا إلك بهذا العنوان انطلق فريق شبابي بروح التطوع والعطاء لتنفيذ مبادرة خيرية لتساعد العائلات المحتاجة بتوفير ملابس ومستلزمات لهم في ناس مثلا عندها فائض أواعي وفي ناس تانية محتاجة فإحنا ليش الفائض اللي عندنا إحنا بعد فترة ممكن نرمي أو إيش إحنا ممكن نأخذه واللي منيح نقدم للناس اللي هي محتاجة وإحنا توصلنا مع كتير ناس في منهم يعني ذو إحتجاجات خاصة وفي من سوريين وفي ناس كتير إحنا توصلنا معهم وعندنا كشف بأسماءهم لأنه لو كل شخص بدأ من حاله وأعطى من أعطى اللي عنده إحنا ممكن نجيب كمية أضعاف من هاي ونسيد حاجة ناس كتير هي محتاجة لم تأتي هذه المبادرة من فراغ إلا من إحساس هذا الفريق بالآخرين ورغبتهم في إسعاد الناس بتقديم ما يحتاجون ولو كان بسيطا بيسان كانت في مرات مروحة من الجامعة وبتمشي في شرع الرمال فشافت بنت صغيرة مع إمها بتقولها أني بدي أشتري هاي الشغلة بس إمها مسكتها وحتى ما راحت على المحل إنها تسأل قدي حق هاي الشغلة فمشيت فمن يومها بيسان قررت إنه ليه استهاي ما راحت وما سألت قدي سعر هاي الشغلة عشان تشتريها لبنتها فمن يومها بيسان قالت لازم الكل يلبس زينة لازم الكل يكون واحد وكل واحد يأخذ حقه هذه المبادرة لقى ترحيبا من الأسر المستورة والمحتاجة لتقديم يد العمي لهم كبصمة خير تنير بطريقها لهم منشكرهم كتير وإن شاء الله هيك عطول يكون في تعاون بين الناس عشان الفئة المتوسطة أو الفئة الضعيفة من المجتمع تستفيد وترفع رأسها قدام الناس ما تحتاجش لحده جاي يعني أنا في عندي طفلين وجاي أشوف لهم أشوية أغراض زي ما خبرونا يعني تخللت هذه المبادرة أنشطة فنية وترفيهية لاستقبال العائلات لإدخال الفرح على وجوه الأطفال أنا مبسطة اليوم عشان أخذت بلاوين أخذت ملابس وعشان أسلمون على وجه بكل معاني الخير والوفاء يبدلون كل ما لديهم من جهد وعطاء لينثرون خيوط الفرح وألوان الإنسانية بين قلوب الناس بيدائم عمر لبرنامج فلسطين هذا الصباح طبعا تبعنا هذا التقرير مشاهدين الكرام وأعود وأرحب مجددا بضيفتي بيسان عودة يسعد صباحك بيسان من جديد يسعد صباحك في البداية مبادرة جدا رائعة ويمكن فريدة من نوعها عندنا بالقطاع شاهدنا كثير من المبادرات قريبة فكرتها من هذه الفكرة ولكن مش بهاية الألية خلينا نتحدث عن تكوين الفريق في البداية اللي أنت جمعته فريق شبابي كان جدا نشيط في أنه يقدم يد المساعدة والعون لهؤلاء الفقراء خلينا نتحدث عن كيفية تشكيل هذا الفريق هو بداية يعني بالإشي بلش ما بينه وبين أصدقاء والإشي اللي كنا نوين عليه أنه يعني شوية عائلات الإشي كبر مع تعاون الناس ومع أنه إحنا سنن نكلم أصحابنا ويجوا يشاركونا والأصحاب يكلموا أصحاب ونتشرف كل غزة بس هو بداية الإشي بلش أنه يا جماعة يعني أنا إلي في الفعاليات الخارية بس الصغيرة على قدنا يا جماعة آخرين نجمع ملابس لك مع عائلة محتاجة لقينا أنه في ناس بتبعتلنا عرفتنا بتبعتلنا من رفح ومن الشمال ومن الشجعية وإحنا ما بنقدر نوص هذه الأماكن فصر كل واحد مثلا يكلم صاحبه أو أنت إسلم من استرامات الشجعية أو من رفح سمنا بدل خمسة وأربعة خمسة واربعين وخمسين شخص وكنا على مدة طويلة طبعا تكوننا هيك ما بدي أحكي عن فريقي لأنه عن جد إيشي بهذا الحجم لازم يكون وراء ناس سائعين وراء ناس منجزين فعلا الناس اللي بتشتغل معايا الشهر بتشتغل معايا أصدقائي عن جد الجهد اللي هما بيبزلوه يعتبر أربع أضعاف جهد أي شخص تاني منجزين متقنين مش طبيعيين إحنا كنا بنشتغل عن جد علشان نقدر ناخد من كل الناس وكنا بنزيد كل يوم فأنا يعني لو بدي أحكي عن تكوين الفريق فأنا بدي أحكي عن الحملة كلها بداية أول شي أنا كتير عجبني الشغف اللي أنت بتحكي فيه عن الفريق وعن الحملة في حد ذاتها أنا بشعر بأنه السعادة والانبساط جاي لك أنت كأنه العائد لك أنت شخصيا خلني أحكي قد الشهد بيعني لكم نفسيا أنه أنتوا فعلا قدرين تقدموا إيد المساعدة للناس المحتاجة مساعدتكم والله يحلقيتها صار مبارح مع الموقفين هلأ على فكرة مبارح كان أول يوم في المعرض واليوم تاني يوم يعني هلأ قبل ما أجي كنا من نجمع الملابس من الفارزينهم في مكان ونزلهم بالبساط على القاعة فيها المعرض هلقيتها الشغف اللي حنا نحكي فيه بتلخص في موقفين الموقف الأول أنه مبارح إجت أنه صار معنا في الموقف في العيد الماضي في أيام الموسم الأول من الحملة من نوتا كانت بتفكر أن الملابس بفلوس فكانت كل أطعب تأخدها ممتها فكانت سوء ممتها أنه هنقدر ندفع هاي الملابس فشاب من الحملة معي راح قل لها قد يبالونة وهدي الملابس عاديت العيد فهادي كانت بالنسبة لكمية راحة بال مش طبيعية الناس مبسط أطفال مبسطوا ما كانوا مش مصادقين اللي الاشي اللي هما قدروا ياخدوه هذا مبارح موقف صار هلأ مبارح إحنا دعينا عائلات سورية الأرامل والمسلمين والطلاب والعمال تمام ودعينا ناس عندهم دوي احتياجات من أطفالنا للصوم عندهم محالات صوم كثير بالبس فمبارح إيجا ولد صغير ما بيحكيه بس بيحكي لغة إشارة فعملي هيك أنا بحب أنتي أنا مفهم لغة إشارة نوعا ما أصلا توصلت معهم لأنه أنا كنت عندهم شوية أخد كورسات فأديش أمبسطت لما شفت ليه الشي ولد صغير عملي ثلاث سنين قدر يعبر لي بهذه الطريقة وقدر يختار عشان كنت ماشي معهم لأنه بقدر أحكي مع زوي يعني قدر يختار أنه يحكي لهذه الكلمة فهذه المواقف بس بنحكي أنه هي بتدفعنا أنه نعمل أكتر وأكتر وأنه نتحمل الآخر المرض يعني الثمانية للخمسة نكون على رجل يعني صراحة جميل جميل أخدت قاعة بجامعة الأزهر أو بمكان معين قاعة بمكان أنه بتستقبلوا فيه الملابس الفائضة عن الحاجة ألية تنسيقها وعملية فرزها وأيضا أنت فيه دعوات معينة لأشخاص أو لعائلات معينة أم أنه المجال مفتوح للجميع يعني أي شخص بيعرف أنه فيه ملابس فائضة بإمكاني أنه أنا أحصل عليها مثلا من الأشخاص المحتاجين لهذه الملابس مفتوح المجال أو بمعايير معينة؟ هو بالبداية يعني إذنا كنا طلاب جامعة وهيك وصح بلش الأشي من طلاب جامعتنا من جامعة الأزهر صح؟ بس المكان الماخديني مش بجامعة الأزهر هو بيت حدم فينا عنده شقة فاضية إحنا ما نجيب الملابس نفرزهم نقويهم وكل شي هناك المكان واسع المتسع إنه الناس تجيب أسماء عائلات محتاجة هو إحنا ما رح كنا نتكلم عائلات لحد ما رح بالليل يعني عشان نلحق إنه الناس تجيب أخذ ملابس كان كل واحد يدلنا على حدا والناس اللي بترين محتاجة أكتر من اللي إحنا رن ننالهم يعني إحنا عملنا إتخيل الموضوع إنه إحنا عادي من نغوص بالعمق لحد ما نوصل قاع معين الناس ما عندهاش إشي بالبيت طبعا أنا قدرت أوصيلهم من كشفات اللي جان حوق إنسان وكشفات الشؤون الناس كانت تبعت على إزاعة معينة إنه إحنا محتاجين أيام رمضان فيه ناس كنت أحوط خط عريض جمهم لياما وسمعيني إن هؤلاء محتاجين كتير وكمان يعني اللي وصلنا لهم مبارح كان في عشرين عائلة قصصهم كتير إنسانية النازلين على صفحة على الفيسبوك فقلنا لما نكلمهم أنا بديش أتذكر الموقف عشانها عيط لأن مبارح أصلا بكيت في واحد حكالي إنه أنا بقدر يعمل إجأ نملك هالإدمم على باب الجمعية بس حطيله على جنب حرام أنا حرامي بتغط في ولادي أنا فعلا عني ثلاث حرامات يعني بالبيت ما إجأت برع بحرامات كتير اللي كان يجي ملابس بس حطتهم منه على جنب يعني بس أقولك يعني أي واحد كان يدلنا عناس تانية والكشفات مليانة إحنا صرنا خايفين بالأول خايفين إن الملابس تفيض هلت خايفين إن الملابس تنقص الناس عم ملابس تجيب ناس أكتر كله محتاج تمام نحكي عن تفاعل الناس التانية اللي عندها فائد كل واحد بيخبر التاني كل واحد بيعرف عن الحملة يعني مثلا كتير ناس عرفت بالحملة قررت إنه هي تجيب ملابس قدش هذا بيوصل وبوصل رسالة أكبر أكبر وبيحملكم مسئولية إنه أنتوا تكبروا مستوى المبادرة هو بداية ليش صراحة كان غير موثوق إنه إحنا بنديش فلوسنا وتبرعاتنا لأي حدا ملابسنا وتبرعاتنا فينا سبرعة الفلوس فعلا ما بنديش أغراضنا ما نخليش حدا يجي عباب بيتنا يجي ياخد الأغراض إحنا بنسلهم من باب البيت مجوان لو بيتنا لحدا بس بعد هيك شوية شوية يعني عنا مدرست أشهر هذا الإشي صار شوية شوية نصرت تعرفنا لقيت شوف الفيديوهات اللي بنعملها إحنا بنوسق يوميا الأغراض على حساباتنا وعلى حسابات الحملة فصار إنه لأ هدول بيوسقوا كل شي بعملوا في كواليس أنا بعرف وين القطعة لأ هاي القطعة أنا تبرعت فيها طب ما دام هي رحت وما كانت صحيحة إنا ليش ما أحكي لجاري ليش ما أشعير لهم إشي السقم بنت يعني مع المدة ومعينه الشباب يعني لما لقينا أنه في ملابس العيد قرب سمان لأدق عبواب جيراننا يوسقوا فينا أكتر إن نروح على محلات يوسقوا فينا أكتر وأكتر في محلات تبرعات مظبوط في محلات تبرعات يعني توسعت الحملة مش بس لأفراد وعائلات لنبس جديدة صح جدنا نبس جديدة وفي ناس دون جملة يعني مثلا شارينا لحد هلقات حوالي خمسمائة طائية وجربان للولاد الصغار وكمان لأعمار أكبر لحتى ١١٢ سنة أخناها الطائية بإثنان شاكل والطائية بشاكل فهذا يعتبر تبرع أصلا حتى لو مش فور في الناس على الاتحالة برضو بالضبط فلا الناس ستتوصق فينا أكتر وصرت تدينا إنه خدوا وهي أسماء عائلات محتاجة وهي أحضر لكم كمان كمية مع كل هذا النجاح اللي إنتوا لقتوه صراحة بيوم وليلة إحنا اتفجأنا بوجودكم بغزة بإنه فعلا إنتوا نجحين وقدرتوا توصلوا لكل بيت وقدرتوا توصلوا لكل فرد سواء من الأفراد المحتاجة أو من الأفراد اللي قادر إنه تتبرع يحملكم مسئولية إنه إنتوا تطوروا الفكرة واتطوروا المشروع شو في عندكم رؤية لهذا الموضوع والله هو يمكن الرؤية أو المستقبل تبع الإشي بيتجلى في النواقص اللي بتصير معانا خلال الحملة النواقص كانت كالتالي ملابس الأطفال بتخلص على طول أبعاء الملابس بتطلوب بشكل كبير ملابس جديدة للناس عشان كل واحد على الأقل يأخذ قطعتين جداد منطوب إحرامات وفرشات وسجاد فالتطوير هيقوم كالتالي إنه إحنا بنحاول بس ندور مثلا على قسم في الحملة خاص بهذه الشغلات اللي فيها أغراض للبيت للناس اللي بيوتها عن جد سباست ماشا بتسكر البيت وهو ما نعمين جوا الناس أقل من المستورين فهذه الناس يمكن حاجتهم للملابس كتير أه بس حاجتهم كمان لأغراض يفرشوا فيها البيت لفراش لغطيان زي ما قلتلك قبل شوية ما وقف لمعاطف تقيلة أتقل من الأشياء اللي عنا فبقولك كمان إنه كل ما إحنا بننعرف الناس اللي محتاجين بتزيد الناس مش 200 ولا 300 عائلة ألاف فبعتقد إنه يعني الإشلة هيكون نوسع ونزود الأشياء اللي بتدفي أكتر واللي بتفرش البيت وبتساعد الناس اللي تحت مستوى المصدور طيب نحكي عن الفعاليات اللي أنتوا قدمتوها بالحملة أنتوا ما اكتفيتوا فقط بتقديم الملابس وترتيبها وكويها وإلى آخر لكن كمان كنتوا معنيين بالأطفال بالحالة النفسية اللي بتستقبلوا فيها الطفل نحكي عن هاي الفعاليات وقديش جذبت الأطفال اللي عندكم هو أيام اللي عندما كانش في فعاليات هايك ما كناش فضيين وكنا فايتين على الإشي أول مرة في حياتنا نعملو مش عارفين نرتب الأغراض فيه ولادي صغار بيجوا مش عارفين اش نعمل فيما كنا كم من بنت هايك يحمل الرضع تنتين هايك هيك مسلا من هنا واحد هنا ونقعد نمشي فيهم لحد ما قاموا بتختار بالولاد الصغار نقعد اللاهي فيهم مش عارفين اش نعمل فلأ في الشتاء عشان فيه ولادي صغار بيجوا كثير وعلشان فيه ناس بتيجي على إيدهم بابي فقررنا انه فيه خمسة منا اتنين يرسموا واحد يجيب شوكولتات ويوزعها بسلة هيك واحد ينفخ بلالين واحد يتضل بس للحمل الحمل رضع اه فلازم الفعاليات هاي لانه الأطفال يعني بيجوا هما أساسا مدائين ودنيا سقعة وجايين بدري وما عندهم مش اش يعملوا مش مش كتير فاهمين وعيين الاشي الحواليه مش جايين عشان غاية جايين مع ايهم عشان يأيسوا ملابس فلأ فيه شي هما فاهمنينه هيروحوا عليه اهه جميل جدا طبعا نحن نتشكركم كتير على هاي المبادرة نتمنى انه هي تستمر بفصل الصيف وبفصل الشتاء كمان وفعلا للناس تتفاعل معها كتير شكرا للكم نتمنى لكم النجاح والتوفيق بيسان عودة من حملة اللي إلنا إلك شكرا لك مشاهدين الكرام إلى هنا نكون حدوصنا إلى ختام هذه الفقرة من فلسطين هذا الصباح في السيدياتنا من قطع غزة هذه عودة لسيدياتنا بيرا والله إليكم محمد وألا يسعد صباحكم الجديد يسعد صباحك خولة وشكرا إليك على كل هذه المعلومات شكرا إليك خولة وشكرا لضيفتك ومن غزة ننتقل إلى محافظة توباس في هذا الصباح سنتحدث عن استعدادات المحافظة لاستقبال المنخفضات الجوية وأيضا تلبية احتياجات المواطنين في منطقة الأغوار الشمالية طبعا نظرا لخصوصية المنطقة التي تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال وبطبيعة الحال لا يعيش المواطن هناك في ظروف صعبة أكيد طبعا نتحدث عن جاهزية الجهات المعنية والمسؤولة الجهود المبذولة والتحضيرات من قبل الدفاع المدني وغرفة الطوارئ أو كافة المؤسسات المختلفة في المحافظة وكل ذلك في نافذة صباحية مباشرة من محافظة توباس مع الزميل أمير شهين سعد صباحك أمير صباح الخير محمد وصباح الخير ألا وصباح الخير للسادة المشاهدين وصباح وطننا الجميل اليوم نحن نطلع عليكم من مدينة توباس سنتحدث عن أثار المنخفض الجو الذي ضرب البلاد خلال ثلاث أيام الماضية وأيضا سنتعرف على مدى استعداد التواقم تواقم الدفاع المدني ومحافظة توباس والجهاد ذات الإختصاص للتعامل مع منشادات المواطنين من الجزء الهام من محافظة توباس وهو الأغوار الشمالية الأغوار الشمالية تشكل 75% من مساحة المحافظة يوجد فيها ما يقرب 20 تجمعا سكانيا تسيطر عليه سلطات الاحتلال بشكل كامل وتمنع إقامة أي مركز للدفاع المدني وأي مشاريع خدماتية تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية في تلك المنطقة من شأنها تخفه من المعاناة التي تقع على كاه الأبناء شعبنا في هذه المنطقة لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع معي هنا مسؤول ملف الأغوار في محافظة توباس معتز بشرات صباح الخير ومرحبا بك عبر فلسطين بالصباح صباح الخير لك أخي أمير صباح الخير لإخواننا لابناء شعبنا الصامدين صباح الخير لوطننا الجميل لأرضنا الصامدة التي لا تريد أن يكون هناك احتلال جاثم عليها صباح الخير لكل المناظرين الذين يدافعون عن أرضنا عن وطننا عن أغوارنا الحبيبة في البداية أستاذ معتز وتحدثنا عن طبيعة الأغوار الشمالية بين التجمع والتجمع السكان هناك مأساة للتنقل خصوصا في منطقة أو في فصل الشتاء وفي منخفضات الجوية حدثنا عن طبيعة الأغوار يعني عندما نتحدث عن الأغوار الشمالية نحن نتحدث عن خمس الضفة الغربية مساحة الأغوار الشمالية هي مساحة شاسعة جدا هناك عشرين تجمع سكاني فلسطيني هي يعني تتكون من الخيام والبراكسات وحضائر الأغنام التي يرفض الاحتلال أن يكون هناك أي بناء في هذه المناطق والتي يكون الاحتلال أصلا بتدمير مساكن المواطنين حتى قبل المنخفض حيث كما حصل في بعض المناطق هناك تدمير لمساكن المواطنين قبل المنخفض وهناك الاحتلال يرفض أن يكون هناك أي من المراكز التابعة للسلطة في هذه المنطقة الدفاع المدني ممنوع أن يكون في هذه المناطق الصحة ممنوع أن تكون في هذه المناطق لجنة الطوارئ التي تعمل والتي شكلت بقرار من عطفة المحافظ والتي تتكون من المؤسسات ذات العلاقة والبلديات والمجالس المحلية هي مرفوض أيضا من كبير الاحتلال والاحتلال يقوم بالتضييق على هذه اللجنة من أجل عدم القيام بأعمالها والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الذين تتعرض مساكنهم للهدم يعني جراء الأحوال الجوية والذين تتعرض منازلهم للغرق يعني جراء المياه التي تدخل إلى مساكنهم وهناك العديد والعشرات من المساكن تم دخول المياه إليها هنا سنتحدث عن المناشدات التي تتلقتها في غرفة الطوارئ المشكلة من محافظة طباس وبقيادة عطفة محافظة طباس حدثنا عن طبيعة المناشدات التي تلقتوها من منطقة الأغوار الشمالية وكيف تعاملتم معها؟ يعني هناك العشرات من المناشدات تم التعامل مع الأغلب من هذه المناشدات التي نستطيع الوصول إليها يعني هناك مناطق لنستطيع الوصول إليها بسبب الاحتلال بالإمكانيات المتواضعة التي توجد بحوزتنا هناك المجالس والبلديات تقوم مشكورة وهذا واجبنا وواجبهم جميعا أن نقف إلى جانب أبناء شعبنا يعني البلديات تقوم بعملها بشكل دائم على مدار الساعة هناك لجنة منعقدة على مدار الساعة كانت أثناء عمليات أثناء المنخفض الجوي وتقوم بعملها بشكل كامل يعني هناك فقط الطريق الواصل من المحافظة الطباس إلى الأغوار الشمالية يعني تم أكثر من مرة إغلاقها وتم فتحها من كبل البلديات واللجنة الطوارئ من أجل تسهيل ووصول المواطنين إلى محافظة الطباس ومن أجل يعني أن يتمكن المواطن الفلسطيني من الوصول إلى محافظة الطباس ومن موصول بضاعه وخضرواته إلى هذه المنطقة يعني الاحتلال رغم ذلك الاحتلال يرفض أن يكون هناك أي عمل بأي طريق يعني من أجل فتح طريق إلا بالتنصيق مع هذا الاحتلال والاحتلال أحيانا يعني يقوم بإعطاء الموافقة على أن يكون هناك بواكر تعمل بالطريق بعد أربع ساعات وخمس ساعات ويكون الوضع أصلا يعني هو بغاية الخطور على العائلات الفلسطينية على السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة طب لو تحدثنا عن أهداف وسعي إسرائيل من عدم تمكينكم من إقامة مراكز وخدمات في منطقة الأغوار الشمالية مع أنه يوجد هناك مناطق تصنف حسب اتفاقية أوسلوبي أو ألف ولكن السلطات الاحتلال ترفض إقامة مركز للدفاع المدني هو مركز يعني أداء للحياء الإنسانية لمساعدة أبناء شعبنا في هذه الظروف في الصيف في الحرائق وفي الشتاء في المنخفضات أهداف إسرائيل إذا ما تسعى يعني أريد أن أتحدث بهذا الموضوع بشكل يعني مفصل ودقيق الاحتلال وهذا ليس سرا على أحد يرفض إقامة أي يعني شيء تابع للسلطة في المناطق المصنفة به مثل بردلة والعين البيضة لأن التجمعات السكانية الفلسطينية والقرى الفلسطينية الوحيدة التي تصنف بمناطق به في الأغوار الشمالية هي مناطق هي قرية بردلة وقرية العين البيضة نحن قمنا بالتنصيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة من أجل توفير يعني إمكانيات للدفاع المدني ومن أجل أن نقوم بفتح مقر للدفاع المدني جهزنا كل الإمكانيات المطلوبة وتم التنصيق مع المؤسسات الدولية وقاموا بتوفير كل هذه الإمكانيات ولكن الاحتلال رفض بشكل قاطع أن يكون هناك يعني أي تواجد لمؤسسات فلسطينية في هذه المناطق ورغم أن هذه المناطق هي بحاجة ماسة إلى أن يكون بها مثل هذه المراكز وتحديدا الدفاع المدني لأن هناك عدة حرائق حصلت في مناطق الأغوار الشمالية بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي وبسبب تدريبات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على مدار العام وهناك بفصل الشتاء هناك فيضانات تحصل في مناطق الأغوار الشمالية هناك هدم لمساكن لخيام وبركسات المواطنين ولكن لا نستطيع أن نقوم بالوقوف إلى جانب أهلنا بالشكل الصحيح نحن نقف إلى جانب أهلنا ولكن بالإمكانيات المتاحة التي توجد معنا ولكن الاحتلال عندما يرفض أن يكون هناك أن نتوجه بآليات بواقر وغير ذلك إلى هذه المناطق عندما يرفض فهو يعيق عملنا بشكل كامل ونحن لا نستطيع أن نوفر ولو أدنى شيء من الخدمة من أجل الحفاظ على أبناء شعبنا وعلى أرواح أبناء شعبنا وأطفالهم تحدثنا عن دور محافظة الطباس بالتحديد المحافظة في تقديم المساعدة لأبناء شعبنا حدثنا عن فكرة تشكيل لجنة الطوارئ وأيضا الدعم لتطلقوا من هيئة مقامة الجدار ودورها في هذا الموضوع لتعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق نحن تلقينا اتصالات من قبل المواطنين في الرأس الأحمر وعطوف أنهم تعرضوا للغرق يوم الجمعة وكمتم بتلبية هذه المناشدات يعني عندما يتم مناشد من قبل أي مواطن تتحرك فورا اللجنة الطوارئ التي تم تشكيلها أصلا بقرار من عطوفة المحافظ في المحافظة وهي تشمل كافة المؤسسات ذات العلاقة الدفاع المدني وتشمل الصحة وتشمل الهلال الأحمر وتشمل أيضا الأشغال العام والحكم المحلي والبلديات والمجالس المحلي في هذه المحافظة وهذه لجنة الطوارئ تشمل كافة المناطق وتغطي كافة المناطق يعني عندما نتلقى أي مناشد من أي مواطن نحن نقوم على الفور كاللجنة الطوارئ بالتوجه إلى هذه المنطقة ولكن هناك يواجهنا صعوبات أيضا من الاحتلال وهناك صعوبات أيضا بعدم توفير الإمكانيات اللازمة هناك هذه المناطق هي مناطق جبلية المعظم منها جبلية وسهلية ولا نستطيع الوصول إلى هذه المناطق إلا بسيارات الدفع الرباعي وهناك يعني سيارات الدفع الرباعي هي شحيحة في هذه المنطقة ونحن بحاجة إلى أن يكون هناك أن يكون لدينا إمكانيات أكبر من أجل أن نستطيع أن نصل إلى أهلنا وأن نقوم بالواجب الملقى على عاتقنا كلجنة الطوارئ معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في المحافظة شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل نعم محمد وعلى كما استمعتم هناك عشرات المناشدات طلقتها تواقم الدفاع المدني ومحافظة الطباس ولجنة الطوارئ من قبل أبناء شعبنا في منطقة الأغوار الشمالية الجهات ذات الإختصاص لبت النداء وقامت بتقديم كل ما يلزم لتلك العائلات في محاولة تعزيز صمودهم في هذه المنطقة في ظل منع الاحتلال إقامة أي مراكز خدماتية لأبناء شعبنا بحجة أنها مناطق سي ومناطق عسكرية مغلقة هذا كل ما لديه اليوم من مدينة الطباس إليكم سدوهاتنا في مدينة رمالة وصباح الخير نعم شكرا للزميل أمير شاهين سيد صباحك وأكيد صباح المواطنين في الأغوار الشمالية وأكيد في محافظة الطباس سيد صباحك أكيد تحية للجميع شكرا لك وننتقل إلى ضيفنا في السوديو نرحب بالفنان التشكيلي عبدالهادي يعيش وهو مدرس في مدرسة الإنجلية الأسقفية ومعروف برسام رمالة أو بزاويته الشهيرة في شارع ركب أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم ويسعد صباحكم يا ربي وصباح الوطن الجميل ومشكوريني كثير على الدعوة وأنا بشرفني حضوري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني يعني وكل القائمين عليها كان بحكي لنا يعني بحكي لنا أنه الأستوديو حلو ومباركي جعله فنان كمان طبعا بزيده جمال بلا شك جدا كديكور وك يعني الواحد بيدخل هيك بيدخل على فرح يعني ومشاء الله عنكم يسعد بصباحك يا رب نبدأ حديثنا من معرض ما تبقى منه وهو لتخريج يعني تلاميذ عندك نعم ونتحدث عن دلالات هذا الاسم اللي هي مرتبطة بطبيعة هذا المعرض بالنسبة للمعرض هو معرض لتخريج بالفعل لتخريج فوج من مستويات مختلفة من مركز يعيش للفنون الجميلة أتى في مضمون ضمن فرح إعطاء ثقة للطلابي ولأهليهم وتعزيز للهوية الوطنية الفلسطينية فإجا المسمى من أنه أنا كثير في رام الله أو في الشتى القرى المهجرة والمدن بلاقي أنه كثير من البناء القديم عماله بينهد وبينبنى بداله الزحف العمراني اللي هو حاليا ما شاء الله عندنا كل شيء من طلع من العين وإنهاته لحاجة السببال